بسم الله الرحمن الرحيم تذكرون أن كنا قد بدأنا منذ عدة محاضرات في الحديث عن قاعدة همزة الوصف القطع في الأفعال والمصادر من الأسماء وربطناها بعدد حروف الفعل في حالة الفعل الماضي فتحدثنا عن حكم همزة الوصف في الفعل الثلاثي فقلنا في الماضي والمصدر تكون الهمزة همزة قطع أما في الأمر فإنها همزة وصل مطلقا قلنا في الفعل الرباعي تكون الهمزة همزة قطع في الماضي والأمر والمصدر واتفقنا على تأجيل المضارع في جميع الأفعال وفي الفعل الخماسي قلنا في الحالات الثلاث الماضي والأمر والمصدر تكون الهمزة في أوله همزة وصل هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن الفعل السداسي ولا فرق في القاعدة بين الفعل السداسي والفعل الخماسي وقد قلنا كما تذكرون إن الفعل الخماسي في حالة الماضي تكون الهمزة في أوله همزة وصل وهو أيضا الحكم نفسه في الفعل السداسي وكذلك في الأمر تكون الهمزة همزة وصل وفي المصدر تكون الهمزة همزة وصل لذلك نطبق هذا الآن على الفعل السداسي نجد الفعل استخرج مكون من ستة أحرف وفي أول هي همزة الهمزة همزة وصل في حال الماضي وفي حال المصدر استخرج استخراجا لذلك سنقول استخراج وسنقول من الأمر استخرج استخرج الهمزة همزة وصل في الحالات الثلاث إذن لا فرق في القاعدة بين الفعل السداسي وبين الفعل الخماسي الماضي الأمر المصدر الهمزة في أول كل واحد من الثلاثة همزة وصل استقبل فعل سداسي الهمزة همزة وصل كما ترون الأمر منه سيكون استقبل بهمزة وصل وسيكون المصدر استقبل استقبالا لذلك الهمزة أيضا هنا همزة وصل استعمل فعل سداسي كما ترون الهمزة في أول هي همزة وصل استعمل فعل الأمر الهمزة همزة وصل استعمل استعمالا الهمزة أيضا همزة وصل استقر هو سداسي لأن الراء كما ترون مشددة ها الهمزة حرف الأول الثاني الثالث الرابع الراء الأولى هي الحرف الخامس والراء الثاني هي الحرف السادس وسنقول في الأمر منه استقر استقر والهمزة في أول هي همزة وصل والمصدر منه ماذا استقرار استثمر استثمر والهمزة في جميع الحالات همزة وصل كما ترون استهانا استهن استهانا ومثلها استقاما واستقم واستقاما إلى آخره لذن قاعدة الفعل السداسي هي هي قاعدة الفعل الخماسي وكما أجلنا الفعل المضارع في الحالات الثلاث سنؤجله أيضا الآن لنتحدث عنه إن شاء الله تعالى حديثا مستقلا لأن قاعدة الفعل المضارع واحدة قاعدة الفعل المضارع واحدة إذن لو لاحظنا الآن وأردنا أن نحصر الكلام السابق سنجد أن الفعل إما أن يكون ثلاثيا أو ربعيا أو خماسيا أو سداسيا واتفقنا على أن الحالات التي يقع فيها هي الماضي والمضارع والأمر ثم يأخذ منه المصدر لذلك هذه الأفعال بهذا الشكل ثلاثي عندنا الماضي المضارع الأمر ونحن نتحدث عن الأفعال الثلاثية والربعية والخماسية والسداسية التي وقع في أولها همزة التي وقع في أولها همزة واتفقنا على أن القاعدة على النحو الآتي الثلاثي الماضي الذي في أوله همزة ستكون الهمزة همزة قاطع الرباعي الماضي الذي في أوله همزة ستكون همزة قاطع الخماسي الماضي الذي في أوله همزة ستكون الهمزة همزة وصل السداسي الماضي الذي في أوله همزة ستكون همزة وصل سنتعرف على أحكام الفعل المضارع بعد قليل إن شاء الله تعالى وأما الأمر فالأمر من الثلاثي ستكون الهمزة همزة وصل بغض النظر عن الماضي هل فيه همزة أو لا الأمر من الثلاثي في أولي همزة وصل مطلقا الرباعي ستكون الهمزة همزة قاطع الأمر من الخماسي ستكون الهمزة همزة وصل الأمر من السداسي ستكون الهمزة همزة وصل أيضا لاحظ معي المصدر يتوافق مع الماضي تماما فمصدر الثلاثي المبدوء بهمزة ستكون الهمزة فيه همزة قطع الرباعي همزة قطع الخماسي همزة وصل السداسي همزة وصل لاحظ معي من خلال هذا أن الماضي والمصدر متفقان تماما والأمر متفق في هذه الحالات الثلاث وإنما اختلف في حالة الأمر من الثلاثي فهمزته تكون همزة وصل بقي أن نتحدث عن الهمزة في أول الفعل المضارع من جميع هذه الأفعال وهو ما نجيب عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم